دينا نعود من جديد إلى الزميل محفوظ نحن أحموف التليميزيون النهار إلى القاعة البيضوية من أجل الوقوف على آخر التجهيزات لانطلاق عرض ملحمة الجزائر زميلي محفوظ أنت معنا على المباشر أهلا بك ضعنا في صورة آخر الاستعدادات أو آخر المراحل التي تسبق انطلاق هذه الملحمة قبل انطلاق عرض ملحمة الجزائر نحن نسمع وإياك النشيد الوطني الجزائري ضعنا في صورة ما يحدث في القاعة البيضوية مساء الخير زميلي مالك مساء الخير مشاهدين الكرام بالفعل نحن الآن متوجدون مباشرة من القاعة البيضوية بمركب الأولمبي خمسة جوليا في جزائر العاصمة قبل قليل كان هذا أداء النشيد الوطني لتدريبات قبل ربما الدخول في النشاط الرسمي الذي سيكون هنا عرض ملحمة روح الجزائر التي تعتبر من إنتاج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بمناسبة السبعينية التي نحتفل بها جميعا كجزائريين سبعينية عيد الثورة التحريرية المصادف للفاتح من نوفمبر من كل سنة هذا النشاط أو هذه الملحمة هي من إنتاج وزارة المجاهدين كما ذكرت للمخرج أحمد رزاق وكذلك سيشارك فيها قرابة الألف شخص من فنانين وتقنيين سيشاركون وسيصهرون على إنجاح هذه الملحمة ربما هذه الملحمة كذلك زميلي مالك هي ستعرض في خضمها كل مراحل تاريخية للجزائر التي عاشتها الجزائر وتعتبر من بين الأضخم في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال وهذا يدخل كذلك في إطار تجسيد استراتيجية الدولة الجزائرية في الحفاظ على الذاكرة الوطنية والتعريف بها للعالم كذلك ستشهد هذا العرض حضور الإطارات السامية في الدولة الجزائرية في كل الهيئات الدستورية والتشريعية كذلك حضور للجمهور وكذلك للصحفة الوطنية وحتى الدولية نعم شكرا لك زميلي محفوظ موفد تلفزيون النهار إلى القاعة البيضوية بالجزائر العاصمة من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات التي تسبق انطلاق عرض ملحمة الجزائر